هلو طبعا انا بقال كتير او انا بقال كتير او بس انا النهاردة طبعا لكم بحاجة المعظم سألني كتير قولنا على اساسيات عملنا كتاب يلم الحاجات دي كلها ولكن طبعا الكتب والحاجات التقليدية دي مش اوي ما بتجيبش اوي مع الاطفال فالنهاردة جايبا لكم حاجة جميلة جدا جدا هشرح لكم بالتفصيل من بيج اسمها كاة ادجيكيشن يعني بجد انا ما شفتش حاجات زي كده قبل كده يعني في بصراحة الحاجات اللي هم عملينها فيها كرياسيبتي حلوة جدا 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 مع الاطفال ان انا دايما بستخدمها مع الاطفال وشوفي كده دماغ طفلك هتستوي بالجرامر ازاي ازاي هقول لكم واحدة واحدة الاساسيات المفروض اي طفل بعد ما يتعلم الكراءة والكتابة طبعا خلاص المفروض ان احنا اسسنا فونيكس ازاي يتأسس جرامر واحدة واحدة اقول لكم واحدة واحدة وتعالوا نشوف كده الكاردز الموجودة دي في كات ادوكيشن اعمل كده تعالوا كده نوصفها واحدة واحدة كده انا مبهرت بيها كده واشوفكم كده بصوا كده اول حاجة يعني احلى حاجة ان هما جايبين ماركر اللي احنا بنمسح بيها دي علشان برضو الطفل دايما يبقى فيه اكسرسايز يحلوا على اللي هو تعلمه ودي حاجة حلوة جدا ان دايما هيبقى فيه براكتس تمام تمام بعد كده برضو بيقول لنا يعني اين اونز يعني هما بدقين بطريقة صح جدا يعني اين اونز بيقولك يا اما person يا اما place يا اما thing فدي حاجة حلوة تمام طب ايه تاني بدقين هنا بيقولك ان فيه حاجة اسمها common noun و proper noun يعني الاسماء اللي هي مشهورة معروفة دي وال proper noun اللي هي الاسماء اللي هي معروفة كده اول ما تسمعها يبقى انت قرد يعرفتها اصلا common noun ال general like car, tea, milk restaurant, basket, study mouse ال proper noun هي الحاجات اللي هي زي اسماء ال brands والحاجات دي كلها جيب لابتن جهينا مكدونلز اريو جيزا جاري دي كلها حاجات معروفة هنا بقى بصوا عاجبني هنا حاجة حلوة جدا اللي هو هنا جايب لي كده exercise بيقول لي هنا اكتب ال common noun هنا اكتب ال proper noun cat common noun ولا proper noun دي مثلا اللي هي المفروض هنقول عليها ان هي common noun بصوا كده كلمة cat هنا هكتبها في ال common noun هاجي هنا واروح كتبه cat كده like this ماشي طبعا هقسم طبعا common وال proper عايز امسح بقى عشان الطفل يحل تاني هنروح عاملة كده بصوا خلاص يتمسحت حلوة جدا جدا الفكرة دي ان دايما هيبقى الطفل بيعمل practice وبيلعب معيك بصوا كده برضو ايه تاني معانا ال adjectives اللي هي الصفات بيقولك ان ال adjectives دي describe nouns يعني بتوصف الاسم خلاص احنا already يا ميس عرفنا ال nouns اوكي وال adjectives دي describe nouns يعني بتوصف الاسم بيقولك ان ال adjectives دي ساعات تبقى size ساعات تبقى shape feelings taste behavior looks color number sound smell هنا مقسملي اللي هو انواع ال adjectives انواع الايه ال adjectives اوكي تمام بصوا هنا هنا برضو ده exercise بنحاول ان احنا نعلم الطفل ال adjectives من خلال دايما الاكسرسايزز الكتير اوي the and is small or big or hot or happy or sad for sure هنا هنكتب مثلا small هنا the coffee is hot but the boy is happy مبسوطة هو بيتحك يعني ده طبعا الطفل بقى هيحله من خلال زي ما قلتلكوا الماركر اللي هو بنمسح بيها دي موجودة دايما برضو معنا تمام هنا بصوا برضو هنا يعني مش سايبين حاجة the lemon is هنختار هنا ايه ها طبعا هنشوف اي كلمة من دول ونحاول نختارها the clown is ها مش عايزة جايب عشان ان شاء الله اول ما تجيبوا الحاجات دي تبقوا حابينها وتحاولوا تفكروا وتسألوني عليها اكتر the apple is ها نشوف بصوا and so on بقى the exercises كتيرة جدا 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 هنا بصوا جايب لنا بقى pictures كده يعني ممكن بقى الطفل يحاول يعمل عليها ان هو ان نقول له بقى describe the pictures يحاول يوصف بقى السور دي تمام بصوا حاجة بصراحة تحفة تحفة بصوا الالوان والحاجة جميلة والcards كبيرة كده باينة جميلة ما شاء الله تمام جايب لنا شوية adjectives هنا كده angry, tasty, ugly, cute, black, cold, short, windy, silent, old, young, funny and so on جايب لنا هنا برضو بحيس ان احنا يبقى تعلمنا grammar وتعلمنا برضو vocabulary من خلال ان احنا بنتعلم grammar من البداية صح بصوا كده معايا هنا برضو عاملين لي او ان او ان عشان برضو الطفل لازم يعرف يعني امت احط او امت احط ان بصوا هنا هنا بيقول لي a cat an ant قلنا او ان طبعا ان اللي هو بنحطها قبل الكلمة اللي هي بدأ بvowl an ant وطبعا لازم تكون مفرد just one هنا بيقولك ان او ان equal one اللي هي معناها حاجة واحدة وطبعا الفرق ما بينهم مواضح هنا بصوا هنا بيقول لي ان بنحط an with vowels like an egg an axe an umbrella an igloo an owl وبنحط a مع ال consonants like a bus a dog a hat a pan يعني هنا برضو مش سايبني كده لا هو بيوضح لي وفي شرح والوان وحاجات حلوة جدا ان الاطفال هتحبه بعد ما الطفل المفروض يكون فهم هنحاول نحل ده مع بعض هنا هنقول it's a or an for sure it's a cat it's a bag it's an egg عشان هنا egg بدأ فاول عندي بصوا هنا برضو نفس النظام exercise كتيرة جدا 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 حلوة قوي بصوا هنا بقى لو في ام بقى حابة ان هو تلعب اكتر مع الطفل هتحب دي قوي لهو هيقعد بقى يقص وممكن يلزق بقى حاجه حلوة برضو ان هو ايه الموضوع مش بس ايه اكادامك كده لا الموضوع حلوة الاطفال هتحب الحاجات دي قوي 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 برضو لقيت ان هم جايبين prepossessions فيه كاردز كده كتيرة وجايبين معاها ال paperclaps دي دي الالوان دي فما كنتش بصراحة فهمة اوي فهم هنا موضحين برضو معانا يعني مفيش حاجه سايبينها كده او موضحين زي نستخدمها فاستنتجت ان هو نعمل ال paperclaps بتاعنا على الاجابه الصحيحة اقول the puppy is هي المفروضة على الكوره هنا احط ال paperclaps عندنا على on بدل ما ان انا اعمل بمركر برضو يبقى كله حاجه واحده لا الموضوع الاطفال بتحبه جدا اللي هو دايما نلعب مع بعض ودايما برضو نتعلم مع بعض بطريقة مش تقليدية فدي حاجه حلوه جدا برضو عم نللينا prepossessions نفس الموضوع هنا برضو singular و plural برضو مش سايبين حاجه هنا بيقولك a cat لو انا عايزة اخليها في plural form اقولها cats an ant three ounce a book six bucks بصوا يعني هنا بيقولك ان singular بصوا يعني موضوع كرياتيبتي عادي جدا ده singular تعالوا نشوف كده ده plural بيقولك singular و plural اوكي هنا بقى بيقولك ان هنا هنقص يعني ونحط على نشوف شوفتوا ال two mixers دول ال two mixers دول اهو دول مثلا ممكن نقصهم ونقص بقى نحط singular في اه اللي هو like a tree a van an apple و plural ممكن نحط tables, cars, cats, trees and so on فدي حاجه توحفه برضو ان هم عاملين حاجه زي كده بصوا برضو زي ما قلتلكم كده اللي مش فاهم مثلا هيستخدم الحاجه ازاي او نسي هتلاقي موجوده هنا بصوا يعني موجوده هنا ازاي نستخدمها اهو جايب لنا two mixers و بيقولك هنا هتحط singular وهنا هتحط plural فدي حاجه جميله جدا 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 بصوا هنا برضو جايبلي verbs اللي هو برضو لعبة كده جايبنا مع verbs حلوه جدا اللي هو بيقولك ان احنا و جايبلينا برضو ده ان احنا زي هنلعب كده والحاجه اللي هي هتيجي على الفرب المفروض ان احنا نقول الفرب ده اسمه ايه و نحاول ان احنا نقلده اوكي فدي حاجه ورضو جميله جدا جدا وفيه طبعا هنا يعني verbs كتير قوي think, kick, throw هتلاو بقى verbs كتير قوي قوي هنا بصوا يعني بصوا الكاردز اصلا كتير ازاي هتلاو كل الفرب يعتبر موجوده هنا معي هنا verb to be بصوا verb to be و جايب لنا الحاجات دي عشان ان احنا نحاول بصوا يعني هنا برضو جايب لنا ازاي نستخدمها يعني مثلا انا ما كنتش عارفة نستخدمها ازاي بيقولك ان احنا نستخدم الحاجات السغنانة دي ان احنا بنجاوب يعني he am or is or are he is for example فانا يعتبر كده هحط عندي اللعبة دي زي ما شابك السغنانة دي هنحطها على is يبقى he is هنا مثلا بصوا هنا برضو she is و اروح حطى برضو واحدة هنا بصوا it is بصوا استنوا اجربلكوا واحدة بصوا هي بتبقى عبارة عن كده يعني بصوا you you am or is or are تبقى are بصوا انا حطيت المشبك هنا او فدي حاجة حلوة جدا برضو الاطفال يحبوها على verb to be بعدا ما نشرح لهم verb to be هنحاول ان احنا نلعب معهم بالكاردز الجميلة دي معينا برضو verb to have فهم مش تايبين حاجة زي ما بقولكم بصوا verb to have عندنا الكاردز برضو بتاع verb to have ان احنا بنعلم الطفل verb to have اللي هو ام تحط has و ام تحط have هنا بصوا مثلا i have or has a cat i takes have so i have a cat طبعا هنا نكتب بالماركر اللي موجود معينا طبعا هم اللي برضو بيبعتخلنا هنا he he however has he takes has بصوا فيه كاردز كتير قوي فبالتالي انت تتأكد ان الطفل فهم المعلومة منك وفهم القاعدة اصلا فان هو هيحاول يطبق كتير جدا جدا باستخدام الكاردز معانا do does تعالوا كده نشوف do does الكاردز بتاع do does يعني مهمة جدا برضو بعدا ما بنشرح i walked school هنا بيقولك يعني نحاول نعمل question بعد ما نعمل question هنشوف كده اللي هو احنا بنقول صح ولا لا الحاجات دي حلوة اوي 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 يعني الطفل بجد هيستفاد اوي بصوا he likes pasta does he like pasta هنا هنجاو طبعا yes he does هنزبطها هنزبطها الجملة دي فتلاقوا بصوا يعني ال question واللي هو الياسج اصلا و الحاجات دي كلها هنا هنعمل question برضو بصوا الكاردز مستخدمينها يعني مستغليين مساحة الكارد اللي هو من ورا ومن قدام يعني مش جنب واحد بس لا حلوة جدا جدا بصوا الحد verb to do ايه كمان معي عقدة الاطفال اللي هو present sample بصوا هنا بيقولك هيو شيو اتو الاسم المفرد دول بيحبوا الاس اي وي يو دايو الاسم الجامعة مش بيحبوا الاس بصوا اهو present sample تعالوا كنا نشوف present sample اهو جايب لنا ان present sample اهو حد كتب حد كتب اخيرا الياسج بتاع present sample بصوا الياسج اهو الثري ياسج اللي انا دايما بطلع اقولهم اهو الاستخدام بتاع present sample بصوا اهو ده الفورم بتاعه اللي هو امت احط اس وامت احط ies وكلام ده كله ده كل موجود بصوا بجد تحفة يعني تحفة 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 بصوا دي الكي ورد بتاعتنا اهو ليه always usually often sometimes الحاجات دي كله دي طبعا examples تحت هي اهو بصوا هنا بقى بيقولك شوف هنستخدم ايه يعني دي زي exercise كده بصوا هنا بيقولك i always drink milk هنا هنستخدم ايه هنستخدم ايه كده بدل ايه هنشوف هنعمل ايه بصوا الحاجات حلوة قوي بصوا اصلا الالوان والحاجات اللي هي تشجع على الحل وطبعا هنحل بالقلم اللي هما جايبين هولنا ده اللي هو بيتمسح عادي برضو باللي هي جايبين هالنا برضو بنمسح بيها بصوا حاجات تحفة دي كلها exercise بقى وانا برضو ازاي نعمل negative part اهو الجزء بتاع بصوا مش تايبين حاجة بجد مش تايبين حاجة يعني بصراحة يعني مفيش تنظيم بالطريقة دي برضو عاملين present continuous نفس النظام تاعة present sample كده مزبطين كل حاجة وايليلك على التفاصيل بتاعته وكل حاجة يعني بصراحة انا مشوفتش حاجات زي كده بالتنظيم ده بالترتيب ده بالالوان دي بالحجم ده بصراحة بيج تحفة تحفة طفة وزاي ما شفتوا كده دي الكاردز من بيج اسمها كاعة education وفي حاجة كمان هي عاملها للفولورز اللي عندي لو قلتلهم ان انتم تابع مث اميرا رشود هيعمل لكم على الكاردز والجروبز اللي عندها دي فاااااااااا استغلوا ده بجد تحفة جدا بكتدا بالكترة هتتقسس طفلك صح مش هتكرهوا في الانجليش وهتخليه في نفس الوقت يعني فاستخدموها وكلموا البيج واسألوا لي في الكومنت كده وانا هقول لكم رقم البيج وممكن اقول لكم اسم البيج كمان لو حابين تدخلوا اتكلموها ولقلت لكم ما تنسوش كمان لقلت لهم ان انتم تابعين ان شاء الله سيعمل لكم افرز كويسة جدا جدا يعني بعيدا عن اي حاجة بجد الكارت دي حلوة جدا حلوة اوي 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 ان انتم تعلموا الاطفال بطريقة صح من البداية وفي نفس الوقت مشكرا هتفلك في الانجليش هتحبيبي في اللغة هتلعبي معاه هيبقى مطقن جدا جدا الموضوع and that's it thank you bye